مجزي الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم قال فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيش مجلس القيادة الرئاسي قال إن العام الميلادي الجديد سيكون عاما لتعزيز الشاركة الواسع والتوافق الوطني والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبلاء المؤسسات بدعم معهود من الاشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تهنئته للشعب اليمني بمناسبة السنة الجديدة عن خالص تمنياته بأن يكون العام الجديد مفعما بالصحة والخير لكل اليمنيين وحافلا بالعطاء والانتصارات بعث فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الفريق الأول ركر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان وذلك بمناسبة ذكر استقلال بلاده وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن أصدق تهنئه للرئيس البرهان وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة والشعب السوداني شغيل كل التقدم والسلام والرخاء وأشاد فخامة الرئيس بالموقف السوداني المشرف إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ضمن تحالف دعم الشرعية وبالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين أعربت بلادنا عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف حجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية وأودى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن وأكدت وزارة الخارجية في بيان انتلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه أكدت موقف الجمهورية اليمنية الثابت والرافض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره متقدمة بخالص التعازي وصادق المؤساة للحكومة والشعب المصري الشقيق ولذوي الضحايا متمنية شفاء العاجل للجرحة أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أدان قيام ميليشي الحوث الإرهابية تابع الإيران بإغلاق مدرسة أهلية في العاصمة المختطفة صنعاء على خلفية مشهد من احتفال لأطفال في المدرسة تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وأوضح معمر الإرياني في تصريح الوكالة العنبالية من يتسبى أن وصف القيادة في الميليشي الحوثية المدعو أحمد مطهر الشامي وصفه للأغنية التي أداها عدد من طالبات المدرسة بمسخ أخلاقي يعكس حقيقة المشروع الضلامي المتطرب والذي تحمله هذه الميليشي لليمن استشهد مدنيون وأصيب آخر بجروح خاطرة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشي الحوثي الإرهابية لموالية الإيران في مدرية القبيط الشمال محافظة لحج وأوضح مصدر محلي بأن المواضن جميل هزاع القباط استشهد وأصيب والده هزاع يرى انفجار لغم من مخلفات ميليشي الحوثي الإرهابية في قرية الدجيرة في مديرية القبيط الشمال لحج يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد وإصابة أربع مدنيين بينهم طفل إثر انفجار لغم في مديرية الدريهمي من مخلفات ميليشي الحوثي في الحديدة وعمدت ميليشي الحوثي منذ بداية الحرب إلى زرع عداد كبيرة من الألغام في محافظات عدة وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة ما أدى إلى سقوط الآلاف من المدنيين بين شهيد وجريح تال موجز نلغاكم على خير